في سؤال جاي على صفحتنا بيقول ايه اه في سؤال مهم شويتين ثلاثة جاينا على صفحتنا بيقول هالربط المبايد حرام الربط الاساس ان الربط بيكون ربط دائم فاذا كان الربط دائم وكان دوت ربط القناتين اللي قناتين فلو فاذا حصل ده ودم ده ليس اجراءا من اجراءات الوقاية والعلاج ولكن من اجراءات منع الحمل فده غير جائز اذا كان ده الاجراء اللي بيتم لمنع الحمل من غير تضرر يعني من غير علاج من غير مد كترة يقولوا كده ان احنا هنعمل الكلام ده لان فيه خطر على حياة هذه المرأة من اي شكل من اشكال الحمل او اي شكل من اشكال وصول اي شكل للراحم يبقى خلاص يبقى دوت عيكون في ساعتها جائز اذا كان كشكل من اشكال العلاج اما اذا كان ده من ادوات منع الحمل فده غير جائز ان النوع من الربط ده عشان نمنع الحمل مش عشان فيه خطر لو ان هي حملت وليس هناك طريقة لمنع لحفاظ على حياتها الا ده يبقى لازم نعرف ان احنا عندنا حالتين اذا كان الربط ده نوع من الربط الدائم اللي هو بنمنع به الحمل لغير ضرورة لغير حاجة هذا في تغيير خلق الله هي عندها رحم والراحم دوت يمكن ان تحمل من خلاله فيكون الربط دوت لان هذه القنوات قنوات خلقت هكذا خلقت لمرور وامكانية استخدامها للوصول للحم اما اذا كان ده بيجرى لان السؤال جنة السؤال جنة مطلقة لما يجينا السؤال مطلقة احنا لازم نقول ان في احوال كتيرة السئلة بيكون فيها حالتين اما اذا كان ده لضرورة فيه خطر على حياتها لو ان هي حملت فالدكاترة قالولها مفيش حل غير ان هي تربط الكلام دوت فدوت بيكون جائز اما اذا كان الربط دوت ربط مؤقت ودوت مسألة محل ان الربط يعني ايه مرقت دوت مش هيمنع خالص ان هي تحمل ابدا ابدا اذا كان ده ربط مؤقت لحاجة فده جائز يبقى عندنا الامر اذا كان ده ربط دائم لغير حاجة غير منع الحمل اذا كان ده ربط مؤقت لحاجة فده جائز اذا كان ده ربط دائم ليه خوف على حياتها فده جائز نعم